وسؤال وترك من الأولاد ابنا هو العبد لله هو يعني وثلاث بنات أخواته وأمي أخواتي كلهن متزوجات بعد وفاة واردتي بشهرين سافرت ولم نقسم المراس اللي هو البيت خوفا من تفكك الأسرة على ما هو متبع في بعض البلدان وبعد مضي عام عامين تقريبا رزقان الله من رزقه الحلال وبلد أفكر في بناء البيت الموروث وتحدثت معهم أن نقسم البيت حسب شرع الله ولكن لم يوافق على أن يتم التقسيم بحجة أن هذا الأمر سوف ينزع أخواتي من حقهم في اللجوء إلى منزل والدهم المتوفى إذا حدث أمر لا قدر الله خلاف بين أحد أخواتي وزوجها وبناء على هذا ورغبتهم ورغبة والدتي وخوفي من حدوث خلاف بيننا نزلت على رغبتهم ووفقني الله لبناء المنزل من مالي الخاص الذي رزقني الله إياه ومهم والآن نحن في عام تسعة وتسعين وهم طبعا نقول لم نساعدوا مالين ما ساعدوا بالمجهول في الإشراف على العمال والبناء إلى آخر يقول الآن نحن في عام تسعة وتسعين إذا أردنا أن نقسم البيت فما الذي يجب علينا أن نفعله وما هي كيفية تقسيم المراس وعلى أي أسعار سوف يتم التقسيم على حسب أسعار عام تنين وتسعين الوفاة أم على حسب أسعار عام تسعة وتسعين سنة التقسيم علما إن البيت تنتفع به والدتي للسكن ومعها إحدى أخواتي وزوجها وأولادها لظروف غربتي البيت يقسم على حسب الآن يعني سنة وقت التقسيم لأنه فرق بين الأسعار في تلك الأيام والأسعار هو لا زال على ملك الجميع إذا أردنا أن نقسمه لازم نقسمه على ما يساوي الآن يعني قبل البناء طبعا يعني لو كان هو بحالة الموجودة كم يساوي ويأخذ كل واحد يعني حقه حسب ما قيمته الآن عند التقسيم وليس عند الوفاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر